أهلا بحضراتكم من جديد الموقف العربي والأفريقي الحقيقة من خلال مجموعات المنديال المنتخب القطري بعد مخيص المباراة اللي افتتاح 2-0 من الإكوادور عنده مواجهتين مع هولندا ومع السنغال وهولندا كيزبت السنغال فرص السنغال وفرص قطر شوف يا أستاذ أفريق ما أنا مع الأستاذ علي الزين المباراة الأولى في الدور الأول من الصعب أنك أنت تقدر تتنبأ بها كلها الفرع بتتحسس مستوى بعضها وفيه فرع بتبقى خايفة من حمى البداية وبتدي للفريق المنافس احترام يجعلها مشلولة الاحترام ده أساسي في كرة القدم عشان تقدر تلعب كرة قدم مسؤولة لكن لو زاد يقلب إلى خوف يعني بعد فوز هولندا وفوز الإكوادور الاتنين فرص تأهلهم حيتبقى عندك السنغال مع الجريحين واخد بالك لو انتوا بتعدل الاتنين حيخلصوا على بعض لو حد يكسب لا حيبقى فيه فرصة لسه السعودية في المجموعة التالتة معاه الأرجنتين والمكسيك وبولندا السعودية أتوقع أتوقع وأتمنى حتقدم مباراة طيبة أمام الأرجنتين لكن الأرجنتين كمان محظاها وحش وممكن محظاها كويس إنها تخرص من الماتش ده بدري بدري وتتحطى أمام مسؤولية مع الفرئتين التانية المكسيك وبولندا طيب تونس في المجموعة الرابعة فرنسا واستراليا والدينمارك استراليا يعني فرق في المتناول فرنسا والدينمارك فرصهم هم طبعا لا دينمارك فريق شرس فرنسا فريق هاين فريق بطل وحمل اللقب طيب المغرب هيلعب في المجموعة السادة معه بلجيكا وكندا وكرواتيا ده ده عنده فرصة عنده فرصة عنده فرصة وإذن الله طيب دي فرص المنتخبات العربية والأفريقية قطر بتقدم هدية للجماهير شنطة فيها سجادة صلاة ومسواك وكتب للتعرف على الإسلام بعشر لغات مختلفة استعداد ما أنا بقول لك مذاكري كويس ومش مذاكريه بس وعارفين هم عايزين اي من البطولة دي اي على جانب البطولة عايزين يعملوا اي هتظل قطر بالموروث الثقافي والنموذج الثقافي اللي قدمته هي حديث لسنوات طويلة لكل شعوب العالم نه نموذج مختلف كل وقت هيرجع معاه الحاجة دي ناس كتير منهم هترميها وناس كتير منهم هتقراها وناس كتير منهم هتتأثر بيها فالناس هتشوف القطرين بدماغ تانية يعني احنا سنين طويلة كل ما جي لك وعد انا فاكر ان انتم ماشيين بالجمال في الشوارع لحد سنوات مضت يعني فلما الناس بتيجوا وتتعرف على الحضرات يعني لا دي يعني باكتج شيك قوي دي الشنطة اللي هي وفيه عطر وفيه فيه حاجات كونة سجادة ومسك يعني احنا في اليابان وما كنا بالروح كنت بتلاقي بطنية تحتيك وبتاع قربة كده والجوانتي السخ كل شعب اللي هي لوازم البرد وال كل شعب يدي لك الهديه بتاعت الثقافة اللي تخصه ايه فقطر حتادل طيب النهاردة انا بس من الصور اللي انا لفتت نظر وكان ينبغي نتوقف امامها الجاليات الاجنبية اللي كله لابس العوار العوار يعني يعني وقت ما لا كتير الكروات كانت الكوفية الفلسطينية دي يعني رمز ويا ريت الناس كانت توزحها يلبسوها في البطولة دي انا عايز انا عايز الناس يشوف الصورة بتاعت الكروات حتى هم بالجلبية البيضة وعليها عالم كروات ايه يعني برضو العقال كتير هو ده هو ده انك انت الغزو الثقافي المقابل للغزو الثقافي له الدم بتاع الغرب بس ده غزو ثقافي بناء اي اه برضو ام يعني كويس جدا اهو احد الفرق بس اهو ده الفرق الكرواتي دي جماهير الكروات بالجلبية والعوات والغطرة والجلبية البيضة كمان عليها العالم الكرواتي يعني واضح ان هم مدين لكل بعثة هدايا اهو اهو ده فرنسا ده ولا ايطاليا لا ايطاليا مش موجود مش كده هولندا دي جماهير هولندا الجماهير هولندية الجماهير هولندية لابسة هذا اللابسة ايضا اه اتوقع ان احنا هنشوف المشهد ده كتير اه يعني حاجة كويسة انك تذاكر وعندك من الامكانات المادية انك تقدر تنفس حاجات زي كده ده شيء رائع لتقديم هذه الصورة الجديدة عن هذه المجتمعات الطيبة اشتركوا في القناة